خمس سنوات من الانقلاب والحرب كيف اختلفت فيها مواقف المجتمع الدولي إزاء الأزمة اليمنية؟ لماذا لم يعود الانقلاب الحوثي يشكل قلقاً على المجتمع الدولي؟ هل فشل التحالف في انجازع انتصار عسكري في اليمن؟ وبالتالي ذهب باتجاه الحلول السياسية التي يجري الحديث عنها حالياً؟ أهلاً بكم خلال خمس سنوات من الانقلاب والحرب اختلفت مواقف الدول في تشخيص الأزمة اليمنية والحلول المفترضة لحلها عقب انقلاب الحوثي اتخذ مجلس الأمن قرارات واضحة بشأن انقلاب ميليشيا الحوثي واتخذت الولايات المتحدة والدول الكبرى مواقف داعمة لتدخل التحالف عسكرياً في اليمن لكن مع طول أمد الحرب وبروز العديد من المصالح والتقاطعات الإقليمية والدولية اختلفت مواقف الدول الكبرى وظهرت سياسات جديدة في اتجاه آخر اليوم لم يعد القضاء على انقلاب الحوثيين مطروحاً على طاولة المجتمع الدولي بل أصبح الحديث يمضي باتجاه تسوية سياسية مع جميع الأطراف دون معالجة أسباب الصراع والقضاء على جذور الأزمة الأمر الذي يجعل البلد على كف عفريت كما يقال أو على كف المتغلب عسكرياً على الأرض كيف تحولت مواقف المجتمع الدولي إذا الأزمة اليمنية وما هي دوافع هذا التحول وكيف أثرت السعودية والإمارات في اختلاف الأجندات الدولية بشأن الأزمة اليمنية اليمن ليس بخير يدرك الجميع ذلك لكنهم يذهبون بعيداً عند بحثهم عن علاج مناسب قبل أكثر من عام ونصف قال السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون إن الرأي العام في الغرب نسي أسباب الحرب في اليمن بات العالم ينظر للأزمة اليمنية باعتبارها حرباً بين السعودية واليمن متناسياً مشكلة اليمنين مع ميليشي الحوثي وبداية هذه الحرب الكارثية وأسبابها منذ سيطرة جماعة مسلحة ذات خلفية طائفية على السلطة في البلد الذي كان يستعد للدخول في آخر مراحل استحقاقات ثورة الحادي عشر من فبراير يقفز الجميع على جدران الأزمة نجح الجميع في تثبيت مصالحهم وأخفق اليمن لتتأكد فكرة أنه لا أصدقاء حقيقيين لهذا البلد الغارق في الجحيم منذ أكثر من خمسة أعوام وزير الدفاع الأمريكي السابق الجنرال جيمس ماتيس خلال مؤتمر البحرين للأمن كان قد تحدث عما يمكن تسميته بالرؤية الأمريكية للتسوية في اليمن والتي تتلخص بالعمل على إيجاد حدود منزوعة السلاح بين اليمن والمملكة العربية السعودية ومنح الحوثيين حق الحكم الذاتي ليست أمريكا وحدها من يتحدث عن ذلك فالجميع يتحدث عن تسوية سياسية محتملة في اليمن لكن لا أحد يعرف كيفية حدوثها خصوصا اليمنيين وهم المعنيون بالأمر خمسة أعوام خاضت جميع الأطراف تحالفات متغيرة تبدلت فيها مواقف العديد من الدول لكن ما بقي ثابتا هو أن اليمنيين هم الطرف الأضعف وأن الجميع لا يرون اليمن إلا من خلال مصالحهم وصراعهم على أرضه خمس سنوات فشلت فيها الأمم المتحدة ومبعوثوها في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء اليمنيين والأخطر هو أن تتحول الأمم المتحدة إلى ممثل لمصالح القوى الكبرى وهو ما تقوله الكثير من الشواهد غرقت الأمم المتحدة ومبعوثوها في ملفات فرعية عملت على تجزئة القضية اليمنية ولم تستطع تقديم إنجاز في ملف واحد كانت الأزمة الإنسانية رافعة لكثير من المواقف الدولية والتدخلات لكنها ظلت طيلة الخمس سنوات أحاديث دون أفق فيما يرى مراقبون أنه يتم استغلال هذا الملف للعمل على تسوية قاتلة لا تلبي طموحات اليمنيين ولا تمثل ترضية مناسبة عن كل هذا الخراب الذي وقع على رؤوسهم أهلا بكم مشاهدين ورحب أيضا بضيفي لهذا المسال السارع المسلمي رئيس مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وهو أيضا زميل غير مقيم في المعهد الملكي للشؤون الدولية شاتام هاوس في لندن تتركز أبحاثه على منطقات اليمن والخليج عمل المسلمي سابقا كباحث زائر في كل من مركز كارينيجي للشرق الأوسط بيروت ومعهد الشرق الأوسط في العاصمة الأمريكية واشنطن فأهلا بكم وبك أستاذ فارع أهلا بك إذن لو بدأت معك بسؤال أستاذ فارع تقريبا قرابة العام من محدثات استوكهولم حيث اقترب الملف اليمني من أوج اشتعاله مع المجتمع الدولي إلى الآن تختلف الرؤى تماما مع المجتمع الدولي برأيك ما هي المحددات التي يتعامل وفقها المجتمع الدولي مع ملف اليمن ربما أكبر تحدي أن المجتمع الدولي لا يمتلك سياسة وهذا لو للدقة المجتمع الغربي لا يمتلك سياسة واضحة تجاه اليمن هو يمتلك سياسة تجاه السعودية تجاه إيران حيانا يمتلك سياسة تجاه القاعدة حيانا يمتلك سياسة بخصوص النفط وضمن هذه الأطور الواسعة يندرج ملف اليمن لطالما كان بمستويات كثيرة هو ملحق لملفات أخرى سواء إقليمية أو سواء دولية لماذا لا ينضر له كملف مستقل؟ لأسباب كثيرة أولها فشل برأي وهذا يتحمل مسؤوليته اليمنين في فرض سياستهم ورواية سرديتهم أمام العالم والخلق الانتباه العالمي تجاه اليمن حتى في أوقات غير الحرب والأسباب الثانية أيضا أنه بالمعنى البرغواتي أو بالمعنى الحسابات المباشرة الملد للأسف الشديد اليمن دولة غير مهمة بالمعنى المالي النفطي علاقتها مع المجتمع الدولي ولكن الجغرافية أعتقد أنه مؤثر وخاصة لهذه الدول إلى حد كبير لكن أيضا حتى الجغرافية في 2019 يمكن التعامل معها واحتواءها بمستويات مختلفة نحن الآن في لحظة دولية تتعامل مع الجغرافية وتبني حدود حتى في أمريكا في التعامل مع حدودها دعاك من المنطقة فهذه مستويات مختلفة من النزاع أيضا لأنه إلى الآن المشكلة أن الحرب في اليمن لم يدفع ثمن سوى اليمنيين مستوى لمنتقص عدد النازحين اليمنيين في الخارج عشرة الآلاف مقارنة مثلا بملايين السوريين فهنا لم يدفع مثلا الناخب الغربي أو البرلماني الغربي مثلا لم تكن تحدي له السياساتي محلي في أيام الانتخابات لم يكتوي بنار هذه الحرب في الواقع إلا اليمنين بل والأحزن من هذا كله أن حرب اليمن الآن ليست فقط لم يدفع ثمنها الخارج أو لم يدفع ثمنها أي أحد غير اليمنين وإنما أكثر من هذا كله أنها في مستويات كثيرة مثلت فرصة لخارج حرب اليمن مثلت فرصة مبيعات أسلحة مثلت فرصة تناحرات إقليمية مباشرة وغير مباشرة وحتى لهذا السبب المباشر وساحة للحروب الإقليمية وساحة للحروب بالوكالة وهذا موضوع مهم جدا ويمكن أيضا أنه يفسر إلى حد كبير عدم الانتباه الدولي أو المباشر أو المسؤولية الدولية المباشرة نحو اليمن هي أنها حرب في جزئية منها بالوكالة اليمن جزئية منها حرب أهلية جزئية منها حرب بالوكالة وجزئية منها مستويات أخرى كثيرة والحروب بالوكالة هي الآن نوع من أنواع الحروب المزدهرة في العالم حيث تتحارب دول بشكل غير مباشر في دول فقيرة أخرى ويدفع ثمنها هذه الدول أو الطرف الثالث الدول التي يتم فيها خوض الحروب من دون أن يتم تحمل أي مسؤولية مباشرة من هذه الدول ومن دون حتى أن يتم نحن لو فيه مثلا احتلال أجنبي مباشر لليمن بهذا المعنى ستتحمل هذه الدولة المباشرة المسؤولية القانونية والسياسية فلذلك هي حروب بالوكالة وهذا واحد من الأسباب أن الحروب بالوكالة هي في مستويات كثيرة أوصخ وأقدر وأفدح من الحروب المباشرة لأنها أيضا لا يدفع ثمنا لا يدفع طرفها ولا يتأثر ذاك التأثر يعني من جرد أن يريد أن يسحب نفسها سيسحب نفسها دون أي أمرأ دعنا إذن نفرق بين ثلاثة منعطفات ورؤية المجتمع الدولي لهذه المنعطفات وتغيرها لنقل الإنقلاب كان للمجتمع الدولي رؤية مختلفة تماما بداية الإنقلاب وتغيرت ووصلت الآن إلى البحث عن تسوية سياسية كأنه طرف موازلي طرف الشرعية ما الذي حدث؟ هو أكثر من هكذا أعتقد الآن لم يعد هناك أيضا حتى هذه المساواة بين لا متساويين كما تكاد أن تقول ليست فقط هذه الآن هي موجودة وإنما لم يعد هناك حتى الآن لما تسمع الحديث الدولي عن اليمن لم يعد كيف مثلا تنهى حرب اليمن وتنهى أكبر أزمة إنسانية في العالم بل الحديث الآن هو كيف تنقذ السعودية من اليمن كيف تنقذها من مستنقع اليمن كيف تحيد إيران من اليمن حتى الحديث عن حرب اليمن لم يعد الحديث عن اليمن بصفتها الموضوع المباشر لأسباب كثيرة بس أنا أعتقد أنه من 2015 حصلت تطورات كثيرة منذ القرارة 2-21-6 غيرت السردية الدولية والمقاربة الدولية تجاه اليمن بخصوص اليمن بخصوص الحرب في اليمن ما الذي روية لهذا المجتمع حتى تغيرت لا لا مش قصة رواية مش جريدة 14 أكتوبر بس القصة أنه أكبر منها كذا أضرب لك مثلا أولا انتهت حصرية الحوثيين في عمل انقلابات في اليمن هناك لديك انقلاب أخير بشكل أو بآخر في عدن وهذا يجعل أيضا انتهت حصرية الحوثيين لم يعودوا الطرف الوحيد المنقلب في اليمن حصل انقلاب سابق بتعيين حكومة بن دغر وبالحكومة الحالية بمعنى بوجهة نظر المجتمع الدولي هذه الحكومات هي تناقض القرارة 2-21-6 وبموجب القرارات الدولية وقانونيته فهنا انتهت الحصرية هنا يتحمل الجزء الكبير منه برأي الشخص الشرعية أيضا هناك سأم من الحديث عن حرب اليمن بعد ثلاثة أو أربع سنوات من هذا الالتزام أو التعامل المباشر معها وهذا له علاقة بفكرة أن الحروب القصيرة والمخطط لها وهي نادرة لكنها تحدث هي حروب تغير الأنظمة ولكن الحروب الطويلة تغير المجتمعات وتغير المجتمعات وتغير حتى سردية المجتمعات يعني الآن الأقصد أن هذه السردية الدولية لم تتغير فقط حتى السردية المحلية أنت تفكري كما الحروب التي حدثت ما بين الحلفاء خلال أربع سنوات الماضية في اليمن الحلفاء علي عبدالله صالح والحثيين الحلفاء المجلس الانتقالي والحكومة المعترف بها دوليا فلذلك هذا منهك ولم يعد السردية التي كانت وإن لم يكن هذا الأمر مرضي لليمني لم تعد هذه السردية متماسكة حتى من وجهة نظر الحلفاء أنفسهم فعندك يعني مثلا حتى لما تحدث عن قرار 2-21-6 قرار 2 في مثلا مثل بسيط جدا يعاقب علي عبدالله صالح علي عبدالله صالح الأنمية يعني أقصد العملياتياته وفعالياته لم تعد على الأرض بأي مستوى حتى بالمستويات الصغيرة دعاكي من المستوى الكبير الذي نتحدث عنه واللي هو مستوى انتهاء التحالفات وانتهاء حصرية الانقلابات في اليمن على طرد آخر طيب قلت بأن إطالة أمد الحرب تجعل من السردية تغير نظرة المجتمع الدولي وحملت برأيك الشخصي الشرعية ما يحدث ألا تجد معي أن هناك يعني أتفق معك فساد الشرعية ويعني الكثير من المآخذ التي نقشها ربما يوميا على الشرعية ولكن منذ بداية الإنقلاب والشرعية هي من تحمل دائما الطرف الأكبر وكأن هناك قافز على أسباب ما حدث إلى النتائج ذهب الرئيس هادي إلى استدعى التحالف وما إلى ذلك متناسين تماما من أقدم على الفعل الجري والأكبر وهو الإنقلاب الآن حين يؤتى بهذا الطرف ويفرض على طاولة الحوار وهو ميليشيا كدولة بينما تعامل الدولة وإن تم الاعتراف بها عالميا أنها هي نحن المجتمع الدولي يعترف في كل مرة بشرعية الرئيس هادي ولكن على الواقع نجد العكس تماما لماذا؟ هو صحيح يعني بمستوى من المستويات تتغير هذه السردية المجتمع الدولي تدريجيا وتختلف طبعا نسبة المسؤوليات بس احنا بنتكلمش على الحق احنا بنتكلم على الحقيقة الحق هو الوصفة التي أنت تضعيها أنه هناك انقلاب شرعية وأنه هناك من بدأ ولكن الآن وصلنا إلى مستوى لم يعد عالم مرهق من كل هذه التناقضات حتى ما عودش قادر يستذكر متى بدأت هذه الحربة بالشكل المباشر لماذا وصلنا إلىها؟ هل هو مرهق أم يعني مستمتع بما يحدث لكل طرف أجنداته ولكل طرف مصالحه ربما يعني إطالة أمد الحرب تعود بالفائدة لهذه الأطراف الدولية والمحلية الآن هناك إذن وفي مستوى كثيرة شوفي هذا جزء صحيح أنه في كثيرة لا عاد يستطيعوا يتحملوا تكلفة الحرب ولا تكلفة السلام الآن أيضا في حاجة جديدة إنزي مثلا ملف اليمن فكري في بها من البعد الإقليمي هناك احتدام إيراني أمريكي واليمن أيضا ستدفع ثمن هائل لهذا وواضح أن هناك تصعيد في اليمن هناك احتدام قطر إماراتي من الواضح أن اليمن ستدفع ثمن مهول لهذا الاحتدام الغني والملكي والصالف بين دولتين صالفتين في المنطقة هناك الآن توتر عماني سعودي هذا أكيد تدفع ثمن المهرة لاحظنا هذا الموضوع الآن نحن بيئة للأسف الشديد التعامل معها بسبب القيادة المحلية تحولت إلى يعني لم يعد حتى الحروب التي تخاض في اليمن لها علاقة بحرب اليمن هذا كلام أيضا ليش مثلا أنت تفكري فيها من وجهة نظر دبلوماسي في مجلس الأمن أنت والله تشوف أن الرئيس عبد الربو منصور هادي زار مستشفى كليفلاند في الولايات المتحدة ست مرات ست مرات من 2015 وزار بلاده خمس مرات فأنت يعني كيف يمكنك أن تقتنع أو أن ترسر ديال لذلك أنا أزعم أنه في مستوى معين من المسؤولية له علاقة حينما لا تقوم بعملك المباشر الآن بغض النظر على الأسباب وإنجازك أنت تصدر هذه النمطية بالنسبة يعني فهذا المستوى هو يتغير بشكل مباشر ألا تتكالب كل الأطراف على هذه الشرعية بدءا من التحالف الذي أتى مناصرا وانتهاءا بالمجتمع الدولي الذي يظهر ما لا يقوم به في أرض الواقع يعني هذا الحين القصة بالأخير أعتقد لها علاقة بفكرة مثلا نشوف الآن علاقة التحالف بالشرعية لأنه لم يستطع أن يضبط من البداية وأن تكون علاقة مبنية على مصالح اليمنيين وعلى مستواجد بين دولتين أو على الأقل من أجل اليمنيين حتى وإن كان فيها نوع من التمايز والتمايز إلى مآخر لكن لم تكن هذه أصلا لما تركز أنت حتى الآن مثلا على اقتصاد الحرب في اليمن تكتشفي أن المصالح المابلية ما بين الأطراف تمشي من الرياض إلى طهران إلى دبي إلى مسقط إلى صنعة بينه كل الأطراف وبسلاسة وبسلام وأعتقد أنت حتى عملت على هذا الموضوع نقشته والعالم يعرف هذا الكلام أيضا لديه أجهزة ولديه معلومات ويعرف أرصدتهم البنكية ويعرف كل شيء عليهم أصلا فأنت تطلب منه يعني أنت تسرد له سردية قدام الإعلان وهو يشوف سردية ثانية أصلا أنت بتعمل هذا ضد الواقع أو على مستوى الواقع وهذا أيضا له علاقة بعدم مسؤولية عدم مسؤولية مباشرة في التعامل مع أخذ قضايا اليمن وأخذ أن هذه واحدة من أولويات أو واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم عمل مسؤولياتنا سواء كمواطنين أو كحكومة أنا لا أتكلم عن المستوى نعم لدينا معاك في اليمن نرى فشل وطني مريع بالفعل مريع على المستوى الشخصي على المستوى الإنساني على المستوى السياسي على المستوى المثقفين وين هذا الخوائل اللي قد مرت بوليمن في تاريخها بالله عليك أربع سنوات من بداية الحرب لم أرى بيان واحد محترم من المثقفين لم أرى حتى معركة واحدة من أجل اليمن بهذا المستوى الكبير فما قد حصلش هذا الفراغ المهول في تاريخ بلد نحن نشوف إحنا بلد من دائما فقراء فقراء في المال فقراء في مستوى كثيرة لكن لم نكن فقراء في الأبطال إلى هذا الدرجة المريع التي نعيشها الآن أضرب لك مثل ذكري أنه في 2018 تسرب فيديو لعلي عبدالي صالح بعد موته الذي كان آخر فيديو له قام الناس احتفلوا به بالفيسبوك وبينشيروا يبحث الناس عن المقابر لكي يبحثوا عن أبطال لأنه كل الذي عايشين أيضا مش قادرين يملع عيونهم حتى ما الآن أي واحد من وجهة نظر أي طرف ما يكتشفش أنه من أبطال بعد ما يموت هذه مشكلة حقيقية طيب حين نتحدث عن المجتمع الدولي ربما نقصد بداية هذا المجتمع بالولايات المتحدة ولكن عمليا هناك لاعبين دوليين مهمين للملف اليمني لنتحدث عن بريطانيا الذي ربما يعد ملف اليمن ملف بريطاني بدرجة الأولى وإن لم يظهر ذلك إلا مؤخرا ما هو دور؟ هذا سؤال مهم شوفي وأعتقد أن البريكزيت وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على فكرة سينعكس على ملف اليمن بشكل مباشر ليس لأن السياسة البريطانية تتغير لا على فكرة السياسة البريطانية هي نفسها في اليمن في الحرب في السلام في 2012 2011 2009 حتى الآن أقصد أنها لا تتغير حتى بتغير السفراء لا تتغير حتى بتغير وزراء الخارجية لا تتغير حتى بتغير الحكومة هناك هي نفسها ماشية في نفس الخط وفي نفس دائما الصوت بس اللي حيحصل الآن ايش بعد البريكزيت أولا بريطانيا دولة حاملة القلم في مجلس الأمن وهي مباشرة المبعوث الأممي إلى اليمن بريطاني وبريطاني الجنسية وبريطاني الموظف سابقا فسيصبح أولا ستتفكك الدبلوماسية الدولية في اليمن ستتميز لأول مرة بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وستتصرف بريطانيا لأول مرة كدولة أو مش لأول مرة يعني وإنما ستعود التصرف كدولة كومنوولث وليست كدولة تابعة للاتحاد الأوروبي الذي هو بكل مشاكله وتخبصاته هو أكبر تقدم كيان تقدمي السياسي في التاريخ الحديث أصبحت تمتلك أسلحة بريطانية ومقعد في مجلس الأمن والتزام صفري بالأخلاقيات وأيضا ستتعود الدبلوماسية إلى مزيد من المعارك فيما بينها كيف سيؤثر ذلك على الملف اليمن؟ سيؤثر لأن الدبلوماسية في اليمن أولا ستتمزق لأول مرة أوروبا ستتحدث بصوت تقريبا متبعين بالشكل المباشر ولكن ثانيا سيجعل من التزام بريطانيا نحو السلام مثلا في اليمن بأي شكل من الأشكال أقل من التزام نحو الحرب ستبحث أقصد حينها ستكون سياسة الخارجية البريطانية مش بس في اليمن في المنطقة كله مبنية على مصالحها المباشرة وليست على أي مستوى ولو أدنى ولو وهمي ولو نظري من الأخلاقيات ما معناته هذا؟ معناته الانخراط في الحروب في المنطقة معناته عدم مسؤولية معناته الاستفراد بقرار اليمن في مجلس الأمن بالمعنى المباشر والسياسي ولكن بالمستوى العام معناته مرة ثانية تفكك للدبلوماسية الدولية نحو اليمن على الأقل التي هي خجولة في التعامل مع السلام ماذا عن روسيا؟ تنتظر أخطاء أمريكا في اليمن وخارجها في المنطقة بشكل عام الروس سياستهم ثابتة فيما يتعلق أيضا باليمن هي دولة لا تمتلك العبء الذي تمتلكه الديمقراطية الغربية فتستطيع أقصد لا يوجد لها ناخبين ورقابة فتستطيع أن تتحرك بالنفس القيصري وهذا بالنسبة لها أمر مريح والنفس يعني الآن روسيا لم تعد روسيا السوفيتية الشيعية حتى الأيدولوجية الآن روسيا هي روسيا البوتينية وهذا يجعل منها تتعامل أيضا روسيا البوتينية من دون أي برلمان من دون أي التزام أيدولوجي أو أخلاقي حينما كانت في اليمن على فكرة هي آخر سفارة أجنبية تركت اليمن وتركتها بعد مقتل علي عبد الله صالح وحينها كان سفيرها في الرياض من بداية الحرب على فكرة بطلب من السعودية وبناء على صفقات أيضا تمت تقريبا 11 مليار دولار ما بين السعودية وروسيا في 2015 ولكن ظل القائم بالأعمال السياسي موجود في صنعاء حتى إلى درجة من الفترات أن المصدر الوحيد للمعلومات الغربية في اليمن كان هو السفارة الروسية وكان هذا أيضا شيء مريع بالنسبة للغربيين وأوروبيين لم يحصل في بحث لطيف أجراها الزميل مصطفى الجبزي عن الدور الروسي في اليمن واعتقد أنه يضيء عليها بشكل كثيف نعم إذن لو تحدثنا عن فرنسا فرنسا لديها ثلاثة أولويات إجمالا في المنطقة وليست في اليمن وهي توتال توتال وتوتال هذه دولة فصيلة نفطها أو فصيلة دمها نفط موجبة وهكذا مقاربة للعلاقات الإقليمية بالنسبة لها مثلا حتى كان هناك معركة فيما بينها وما بين السويد فيما يتعلق باسمت السفير لليمن كان لذا فرنسا مقترح سفير الاتحاد الأوروبي وأخذته السويد لأنه بكل بساطة قال لفرنسيين اختاروا ما بين لبنان وما بين اليمن وبكل تأكيد مصيرهم واضح وخياراتهم واضحة في لبنان لو تركزي وهذا أمر مريع بس كمان يكثف لك اللامبالات الدولية نحو اليمن بذلت فرنسا دبلوماسية من أجل شراء تذكرة بيزنس طيران لسعد الحريري أكثر مما بذلته بخصوص أكبر أزمة إنسانية في التاريخ الحديث ولو تركزي كيف تحرك حينها مكرون وسافر إلى السعودية وانطلق إلى الإمارات وإلى الآن لم تقم بأي شيء وهي دولة لديها في مقاعد في مجلس الأمن ودولة لديها علاقات مع الإمارات ولديها علاقات قوية مع إيران ولديها يعني أساليب القوة وأساليب الأمبراطورية الكاملة لكن مرة ثانية عودة إلى حديثنا في بداية الحلقة كم في لاجئين يمنيين بفرنسا ممكن ألف ألفين مقارنة مثلا بعشرات الآلاف السوريين فهي ليست على معنى المباشر وحينما هي خسرت شيء واحد في اليمن على فكرة ولما أغلقت توتال ولكن قارنيها مثلا بمصالح توتال في السعودية أو في دولة خليجية بكل تأكيد لا مجال للمقارنة بالأساس يعني نعم والصين الصين الآن يعني في المنطقة هي مش في المنطقة في العالم كلها لديها سياسة خط الحرير وهذا هو هدفها الواسع لكن الصين هي تنتظر أن انتهى الحرب الصين هي عندها دائما تنتظر أن ينهي الغربيين والروس حروبهم لكي تأخذ مناقصات المقاولات ما بعد الحرب هي دولة تفكر بهذا المستوى على أي حال الذي هو عادة بعد الحرب وما عندهاش الالتزام المباشر أو الانخراط المباشر في النزاعات في المنطقة نعم إذن لو تحدثنا عن الأمم المتحدة وطريقة حلها للأزمة اليمنية كيف تنظر إليها يعني يعني شوف هو عندك مستوين وربما هم متناقضين تماما أولا أنا ضد أن يخرج الملف اليمني من الأمم المتحدة تم وضوع خطير لأن الأمم المتحدة دولة يمكن في الأخير أن تخضعها بشكل أو بآخر لأدوات الرقابة وهي دولة بالأخير ضمن إطار أو منظمة عفوا ضمن إطار وهيكلية واضحة وضمن قوانين والتزامات ومعايير وإن كانت غير منصفة أو غير دقيقة أحيانا لكن يعني ما نشيش بمعنى آخر أنا ضد فكرة أن يتحول الملف اليمني مثلا إلى الرباعية كما حاولت أن يتم لأن هذه أدوان طرف حرب وليست منظمة دولية أو مثلا أن يقول لكن يعني ماذا استفاد الملف اليمني من بقاءة في الأمم المتحدة إذا كل مبعوث أممي لم يقدم شيء ملموس على وجه أو مثلا أخطر من هذا شوفين أنه مثلا يكون عندنا نسخة من أستانا السورية وهذا عدو أمر أخطر بس وأنا أقول لي هو الأمم المتحدة في نهاية المطاف سواء أرادت أم لم تريد لم تعد تستطيع أن تنهي حرب اليمن لوحدها على الأقل نحن الآن عندنا مستويات كثيرة من النزاعات أنت حتى لو تركزي بالمنطقة والعالم كله هناك 44 نزاع على فكرة كلفت الأمم المتحدة بحلهم تعرفي كم حلت أربعة من الأربعة والأربعين وذل حين أيضا هناك مشكلة أيضا بطبيعة النزاعات التي يمر بها العالم ليست تلك النزاعات التي بإمكان الأمم المتحدة أنها تحلها ببساطة هل الملف في اليمن بهذا التعقيد بالنسبة لأمم المتحدة؟ حتى شوفي فارك في كولومبيا مثلا حرب لها عشرات السلين ما حلت هاش الأمم المتحدة شوفي اتفاق الطائف في لبنان ما حلت هاش الأمم المتحدة أنا أذكرك بحاجة مهمة شوفي الأزمة التي حصلت في السودان بعد الثورة ومن حل هذه المقاربات النزاعات كانت أثيوبيا فإحنا بنتكلم على الحاجة إلى مقاربات لفضل نزاعات إقليمية تستجيب بحساسية إلى تعقيدات الوضع وتكون مدعومة بهيكلية الأمم المتحدة في هذه اللحظة وفقط بهذه اللحظة سيستطيع الأمم المتحدة أن تقدم إنجاز باليمن لأنه ذلك زي ما قلنا أول مواحد من مستويات الحرب في اليمن هو مستويات حرب الوكالة ما بين إيران والسعودية كيف تحتحلها الأمم المتحدة؟ سأسأل كيف تحولت فكرة الحرب إلى هذا التأثير أنه حرب بين السعودية وإيران ولكن سمح لنا بعد أن ينضم معنا دكتور محمد جميح المحلل السياسي عبر الهاتف من باريس مساء الخير دكتور محمد أهلا وسهلا مساء النور أهلا بك دكتور كيف برأيك تحول موقف المجتمع الدولي ورؤيته لإنقلاب الحوسي إلى الآن الباحث عن تسوية مع هذا الطرف مع الشرعية مع التحية لك واليضيفك الكريم والمشاهدين طبعا المجتمع الدولي ظل يرقب الأحداث في اليمن على مدار خمس سنوات وفي حقيقة الأمر أنه أعطى للشرعية وأعطى للتحالف فرصة كافية لتطبيق قرارات مجلس الأمن والصادرة خاصة قرارة 221 الصادرة تحت الفصل السابع الذي يجيز استهدام القوة على اعتبار أن هذه الحرب وهي في حقيقتها هي حرب مشروعة مشروعة وطنية لأنها جاءت بدعوة الرئيس منتخب ومشروعة أيضا دولية لأنها دعمت بقرارات دولية الحرب في حقيقتها هي حرب عادلة طريقة طريقة إدارة الحرب والإجندة التي تغيرتنا بعد هذا موضوع آخر لكن وجود انقلاب حوثي لم يعترب به أحد في العالم حتى هذه اللحظة عدى الإيرانيين هذه مسلمة من مسلمات ضعف الشرعية أيضا مسلمة من مسلمات لدينا الآن سلطة غير شرعية لكنها قوية إلى حد ما وقوتها مستمدة من ضعف خصومها ولدينا قوة شرعية لكنها ضعيفة إلى حد كبير وضعفها مستمد من تفرق مكوناتها السياسية والميدانية نعم لكن هذا الانقلاب الذي لم يعترف به أحد دكتور محمد يعني يجلس على طاولة الحوار مع الطرف الشرعي ألا يعد هذا اعترافا لا لا هناك فرق بين الاعتراف وبين الشوار يعني كثير من القوى العظمى جلست مع من تعتبرهم إرهابيين أو كانت تعتبرهم إرهابيين دون أن يعني ذلك الاعتراف بهم وطالبان تتفاوض مع واشنطن وكثير من المنظمات لكنها تسميهم بأطراف الصراع دكتور محمد يعني تساوي بينهم ليس هناك من مساواة إلا على المستوى على مستوى قاعة الحوار أما على المستوى الدولي الاعتراف حتى هذه اللحظة لا يزال باسم الحكومة الشرعية والتعامل دوليا مع الحكومة الشرعية وليس مع سلطة صنعاء هناك حاجة طبعا وهذا ينبغي أن نميز بين حاجة المجتمع الدولي إلى إيجاد تسوياء التي تعني أنه لابد من التواصل مع الطرف الإنقلابي والمسلمة الموجودة وهي أن هناك حكومة شرعية نقول فيها ما نشاء من ضعف هذه الحكومة من فساد هذه السلطة إن أردنا أن نتهمها بالفساد لكن في حقيقة الأمر هناك أمر مسلم به وأن المجتمع الدولي لا يزال على المستوى الرسمي يتعامل مع هذه الحكومة نعم إذن لو أردنا أن نعرف على ماذا يعتمد يعني شرعية للبلاد نعم دكتور لو أردنا أن نعرف على ماذا يعتمد صنع القرار الدولي أثناء رسم مواقفه وسياسة تجاه الأزمة اليمنية المجتمع الدولي كنت أقول بأنه أعطى فرصة كافية للحرب نعم رأى نعم دكتور محمد مازلت معي فقدنا الاتصال بالدكتور محمد إذن ما تعليقك على ما سمعته أي جزئية تحديث مسألة أنها حرب مشروعة وبأن المجتمع الدولي ترك فرصة كافية للتحالف والشرعية في هذه الحرب ولكنهم لم يستغلوها يعني أولا مرة ثانية الآن هو أيضا الأمر هذا علاقة بالسردية متى بدأت حرب اليمن إذا كنت ترى أنها بدأت في 21 سبتمبر ولا بدأت في فبراير ولا بدأت في مثلا 25 مارس الآن هذه الأمور تغيرت خلال السنوات الماضية مش قصة فرصة ولا مش فرصة ولا كذا هو بيشوف في إخفاقات بيشوف في نجاحات بس أيضا حتى حينما يعني المجتمع الدولي في أول سنتين من الحرب ما كان فيش معه يعني ما كانش عارف أنه في حرب في اليمن هو قدم جماله للسعودية أنه يمرر هذا الاتفاق هذا مثلا ما كانش يعرف فيها يعني خلال سنتين لم يعرف بوجود هذا ما كانش الموضوع أولوية يعني أننا كنت مثلا حتى تشوف سنتر أمريكي ولا تشوف واحد ولا تشوف دبلماسي يتحدث لك 50 دقيقة عن سوريا وخمسة ثوانية عن اليمن وفي حينة مؤتمرت أصلا هي عن اليمن يتحول حديثها إلى ما هوش عن اليمن أو في لقاءات عن اليمن هذا مستوى كبير ثانيا أنه كان في حاجة مهمة شو فيه كانت العملية الانتقالية في اليمن بالرغبة من أنها بالأخير كانت عملية سياسية لكنها كانت عملية مبنية على التكاذب من كل الأطراف كان في عملية تكاذب كبيرة بتجري داخل البلد هذه عملية ناجحة وهذا التكاذب كان يتم تمريره للمجتمع الدولي على أنه كل شي تمام حتى في 21 سبتمبر بالأخير الأحزاب السياسية التي لاحقا رحبت ب أو دعت إلى التدخل الخارجي في اليمن نفسها رحبت 21 سبتمبر فالعالم paid بفهمه هو قد هي حاجة من الشيوزيفينيا كان في مرحلة حقيقة ما بوش شردية متماسكة فجرا أنت بتقوله معي أعظم عملية انتقالية بالعالم هذا كان حديث كل اليمنيين حينها لنخبة السياسية والأطراف السياسية وفجأة تنقفز للحرب فإنت بنفسك بتقوله الشيء اليوم وتقوله الشيء نقيضه بكرة بتقوله الشيء اليوم عن الإمارات وتقوله نقيضه بكرة بتقوله الشيء اليوم قطر دور قطر وتقول له بكرة شيء نقيضه فأنت بلا تماسك وبلا سردية واضحة لأنه أيضا ما كانت فهذه كلها بالأخير خلقت في أحسن حالاته مستوى من مستويات الارتباك المعرفي والسياسي والسردي بخصوص ما السبب لهذا الارتباك لهذا التغير في المواقف وفي سردية الحرب شوفي واحدة من الأشياء أيضا المهمة أن الحرب في اليمن صعبة صعبة فهمة كم معك عشرين أطفال وأبو وفلان وأبو حمار وأبو جني وكذا في معجة أطراف كثيرة وفي حتى السردية الإقليمية عنها متنازع عليها مثلا أنت بالنسبة مثلا أشرح لك مثلا من فكرة من وجهة نظر صحفي غربي إذا هو يكتب مقال عن سوريا أو لا يكتب مقال مثلا عن اليمن وهو عنده القرار أو المحرر يقول لك بسوريا في أخيار وأشرار واضحة بالنسبة للفكرة هكذا بالنسبة ليمن مش عارف من الأخيار ومش عارف من الأشرار ولا عمره أصلا كانت هذه الموضوع أنه استثمر فيه معرفيا من أجل فهمه ثانيا بصراحة هذا السؤال بصراحة المفروض أنه يوجه هو للدبلوماسيين مش نحنا كباحث نحنا ما نفهمش ليش الدبلوماسية اليمنية مثلات فشلات كده ليش جالسين مثلا على القنوات يحللوا ما يقوموا بشغلهم يعني نحنبه فعلا هذا السؤال له علاقة بأداء الدبلوماسية اليمنية خلال الخمسة السنوات اللي مرت إذا أنت مثلا تشتي سبب تعليلي مباشر من الناحية الوظيفية بس نقول أنها مجموعة عامل واسعة طيب يعني لو وجهت لك أنا السؤال يعني هل فعلا هناك أخيار يعني لا يوجد أخيار وأشرار في اليمن الحرب غير واضحة المشهد مرتبك بالنسبة لعالم هكذا بالنسبة لك كيف يعني؟ بالنسبة لك كيف تنظر لما يحدث اليمن كباحث انسي فكرة أن أنا باحث بالنسبة لك يمني هذه واحدة من أكبر الحروب الدامية ما أعتقدش أنه قد مرت البلد بهذا المستوى من التمزق الاجتماعي والسردية والكراهية والإيقاظ لكل هويات الناس البدائية وكيف اليمنيين تمزق وشيء مريع ما قد حصلش للبلد بهذا الشيء بالأخير اللي حصل باليمن صاحق غلط مين مهم من صاحق اللي حصل لليمن شيء حزين حزين فعلا للغاية ووضع الناس أنت لما تشوفي كيف هو الآن وضع ما قد شفتوش واعتقد هذا الليه لازم يهمد الحين لأننا فتحنا الباب للذئب يخرج الحين الذئب هذا من فتح له ما لونه إيش يهدر إيش يعمال إيش يخزين ما عدوش مهم الحاجة المريعة نحن فتحناها للذئب يخرجنا أخرج اليمنيين خلال الخمسة السنوات أسوأ ما في بهم فعلا وهذا شيء مريع وهذا ربما يعني مشاعرنا نحن كيمنيين وهذا ما نعيشه يوميا يعني كلما وجدناه سوء سعرنا أنها بسبب هذه الحرب لكن من وجهة نظر باحث ربما اطلع على خبايا الأمور بحث عن الأسباب الحلول كيف تقرأ المشهد؟ أنا أقرأه تقدم وقترك بالشكل المخيف أنه الآن كلنا سندفع ثمن كل أحد في المن بيدفع ثمن اللي على حق ولي على صح ولي على غلط كل واحد بيدفع ثمن وبتدفع البلد ثمن لسنوات قادمة حتى ماهوش لشهور ولا لأسابيع والأجيال أجيال طويلة ولذلك أنا برأيي أي واحد يعني الآن للحين يهمه هذا البلد بأي مستوى المستوى لازم أن يعمل أن تكون أولويته هي يعني تهديئة هذا الاحتدام بأي شكل ممكن سواء كان هذا الاحتدام ما بين أطراف سياسية سواء ما كان بيننا وبين الجيران سواء ما بين الأسرة الواحدة سواء كان فتح طريق سواء كانت حل مشكلة علامة إحنا ما قد نفذش مننا من يفوض من يحل النزاعات بهذا الشكل إحنا شوفي كان دائما اليمنين يتقاتلوا بس كان في دائما من يقفز بالوسط يحل من هنا يتوسط هنا يرمي بالشال بجاه الله ويا جماعة وبالقبيل هل عاد الوضع محتمل لمثل هذه الحلول ما مش حل ما مش حل نتيت الشينا نقتقد أنه خلاص سياسنا هذا شعور مريع أنا كشاب برفضنا نقتنع أنه ما عند فيش حاجة ممكن نعمله من أجل نحن نخرج كيمنين ونعيش هذا شيء يعني حتى وإن كانت المعايير المادية والعلمية والمعرفية تقول لك أن الأوضاع تعيسها لا يجب أنك تقبل بالاستسلام هذا أنه ما عندهش قابل هل تعتقد أن ضياع الحلول ربما على المستوى الدولي أنه بسبب يعني مثلا دور مبعوث الأمم المتحدة لم ينظر للمشكلة ككتلة واحدة وقسمها إلى ملفات صغيرة وربما غرق في هذه الملفات ولم يستطع تقديم شيء لأي ملف من الملفات مؤخرا يعني في استوكول شوفي في حاجة مهمة يعني وإحنا الآن بنمر بنفس المرحلة اللي مر فيها السوريين بألفين واثناعش ليش إحنا الشيء المحزن إنه ما يشتحن هذا الأوضاع وهذا الفشل وهذا السياسة الدولية الكارثية اللي هي مزيج من الليوريبرارية ومزيج من النيوكولونيزيم وكل الاستعراضات والإسقطات الجديدة للسلطة عبر طرق مدمرة وفشل الأمم المتحدة هذا الأمر ما هو حاصري على اليمن شوفي عندك ليبيا شوفي عندك اللي حاصل بسوريا شوفي عندك الآن بالعراق شوفي شو اللي بيحصل بلبنان نحن المنطقة كلها مشتعلة هذا الأمر ما عادوش إحنا بس اللي إحنا بنمر بهذا التحدي اللي هم مثلا نحن بنمر ما بوش ياريت إنه إحنا وحدنا اللي بالمشكلة وهذا الجزء يتجاوز اليمن لأول مرة هذه الأطراف الإقليمية منخرطة بهذا الشكل من مستوى نزاعات حتى إيران مثلا يعني بالرغم من أنها كان دائما لها أجندتها في العراق ولبنان وكان معها مشاكلها لم توظف دولة فقيرة وتستخدمها وتشعل فيها بيادقها وتشعل فيها حرب أهلية بالشكل المباشر هكذا إلا الآن مثلما عملت في اليمن وبأي بدون أي ثمن مكلف لحنا هي إيش حسابات تقول لغ الله السعودية ترمي بمليون دولار أنا برمي بدولار وما عندي إيش مانع إيش ممكن مثلا تكلفة هذا يكون على اليمن مش ممكن تبش إيش اللي عملت السعودية بألفين وخمسة عشر مثلا تحولت من طرف محتمل ممكن أن يكون راعي للجميع إلى طرف الحرب وهذا ينطبق على كل الدول التي كانت معاها حينها في التحالف العربي هكذا أنت لما تخوض لما تشوف مشكلة بين الاثنين وتقوم أنك تقفز مع واحد منهم خلاص أنت تتحول جزء من المشكلة وما عد تقدرش تحلها ولا عد تقدر تمتلك أدوات السلطة الكافية المعنوية أنك تقوم بينهم كوسيط حتى ذي حلوا واحد على حق واحد على غلط أنت خلاص أنت انخرطت في هذه المعركة وهذا يفقدك على طول مستوى من المسؤولين لذلك أرجع وأقول أنه شوفي الحاجة الوحيدة التي قد تنجح في اليمن هي نموذج جديد أو مشابه تقريبا مشي في 2011 لما جرى اليوم في السودان واللي هو مبني كمرة ثانية على وسيط إقليمي يفهم تعقيدات منطقتنا ويقدم لها حلول قادمة من منطقتها هل اليمن بحاجة إلى وسيط إقليمي جديد يدخل الآن؟ يعني مثلا الآن الولايات المتحدة تضغط على السعودية باتجاه تسوية مع الحوثيين هل تعتقد أن هذا هو الحل يعني هل كانت مشكلة اليمن هي السعودية مع الحوثيين أم أنها مشكلة يعني لا يتم حل الإشكالية من الجذور أسباب هذا الصراع يعني تقوم بتغطية لهذه الإشكالات وتقديم حل ترى مناسبا ما يعني ربما سناء بالكثير وينفجر الوضع مجددا بصراحة مش عارف إذا إذا التحليل دقيق أن أمريكا تضغط على السعودية للخوضة حوار مع الحوثيين أنا أعتقد أن هذا مهم ويريت أنها تعمل هذا الكلام بتصريحات المسؤولين أمريكيين يعني ليس مجددا ممكن يعني بس أعتقد أنه حتى وإن جرى هناك حديث بهذه اللحظة أو بتلك اللحظة ما هي السياسة لا تزال أمريكا بالأخير منخرطة في هذه الحرب بمساعدة السعودية حتى إلى الآن كيف ممكن تقول أنه تضغط عليه ولو سحبت حقها القوات لو قالت نحن نوقف تدريجيا نعمل كذا بس هنا تعمل أكثر وتعلن عاد إعلانات أنها رسلت كم قوات قادمة وكذا فما هو شواضح هذا بالمعنى المباشر لكن اللي أقصد أنه مهم أنه يكون نحن بحاجة مش بس إلى وسطاء جدد على فكرة في اليمن أو ما بين مثلا السعودية والحوثيين ولا ما بين الانتقال والحكومة وإنما حتى على كافة المستعيد حتى على المستوى الوطني فعلا شديد أنت تحتاج الآن بالمنطقة كله ناس عابرين للتقاطعات والدول عابرة للتقاطعات ومنظمات عابرة للتقاطعات يعني عابرة للتقاطعات الإيدولوجية والجغرافية والسياسية ومرة ثانية مش لازم أنه لأنه مش حد حين يده ماهيش ملطخة بالدماء وكل ملطخ للأسف الشديد ولكن على الأقل عادها محافظة على شكل من أشكال المعنوية معنوية الاستقلال ومعنوية عدم الإنخرط بمستوى معين ولو مستوى صوري ومحرد لأنه هذا مهم جدا في عالم فضل نزاعات طيب لو تكلمنا أنه يعني أحيانا يرى البعض أن السبب في تعتيم الصورة أو المشهد بالنسبة لليمن هي بعض الأفراد العاملين مع المنظمات الدولية يمنيين يعملون مع منظمات دولية خارجية أو حتى مع منظمات محلية عاملة مع منظمات خارجية يعني هم من أوصلوا هذه الصورة بأن الحرب مجرد حرب بين السعودية واليمن أنا أقول لك ذا حين المشكلة أنه ذا حين ما بوش صورة عن حرب اليمن لأننا داخل روسنا أنه هو في نظمات ما بوش صورة بالنسبة للمجتمع الغربي لا توجد صورة يعرفت أننا نتكلم على هذا من أول موضوع أنه والله أوكي بس ما بوش يعني لأول مرة لا معاك أصوات يمنية فعلا ما اسموعة حقيقية ولا معاك سردية يمنية لحنا نتكلم منطق وهذه البلد مغلق أنت عارف أنه معيش طيارتين أو أربع طيارت 27 مليون يمني كم يدخل لها صحفي كم الصحافة التي يعني حارة في لبنان خرج لكن معي يمنيين بالخارج يعني شؤون بالخارج أصوات مؤكرة كما أنت تتكلمي على 192 دولة أنت عارف أنه يعني القصة التي تحصل عليها الشركة صغيرة مثلا حينا لو بس رفعت الأسهم حقه في بورصة وولستيري تكثر بما حصلته حرب اليمن ما فيش ما فيش ده حين حتى بالمعنى العام ما بوش لا سلبا ولا إيجابي ولا صورة دقيقة ولا صورة مغلوطة الموضوع التحدي كبير وهذا هو اللي يسمح باستمرار الحرب على فكرة أنه ما فيش سردية يمنية لهذا الموضوع طيب أنتم كمركز بحثي أستاذ ثاري ما الذي قدمتوه لإيصال صورة حقيقية لما يحدث احنا كما يعني تتكلمي عن مركز صنع نعم يعني أنتم لكم دور مهم يفترض كمركز بحثي قادر على إيصال صورة حقيقية عما يحدث ما الذي قدمتوه يعني بالأخير للأسف هو أن احنا المركز الوحيد في اليمن ها ما فيش كثيرين نشتغلوا على اليمن لكن احنا طبعا بإمكانياتنا المحدودة وفريقنا الصغير وزملاءنا احنا نشتغل على ثلاثة مستويات المستوى الأول هو إنتاج معرفة نعمل أبحاث وننتج معرفة بخصوص قضايا سياسية واقتصادية وننشر دراساتنا هذا المستوى الأول من عملنا المستوى الثاني هو أن نحنا نوفر منبر الأصوات اليمنية نرتب الكثير من الفعاليات والفرص والمؤتمرات والمنتديات ما بين اليمنيين وأصوات يمنية يسمعها المجتمع الدولي والمستوى الثالث الذي نشتغل عليه هو محاولة التأثير على السياسات وهذا ينطبق على مستوى محلية وإقليمية ودولية عبر تقديم مقاربات جديدة كلها موجودة في مواقعنا ومنشورة وهذا هو المستوى الذي نعمل عليه إحداث فارق عبر هل يأثر ذلك؟ هل ما تقدمونه من أبحاث تجد أنه مؤثر على السياسات المحلية والخارجية؟ وشوفي والله أنا أشتغل من هكذا علشان بس أعرف أنام بالليل لكن اللي أنا أقصده بالنسبة لي كباحث بالأخير أوكي أنت تعمل شيء وتعمل بحث ما هي الصورة التي يتبنىها مركز صنعوي يقدمها؟ بخصوص اليمن يعني شوفي أي قضية مثلا موجودة في اليمن نحن بالأخير باحثين نشتغل على مستوى مهم وهو مستوى الانحياز المطلق للمعلومة سواء هذه المعلومة عجبتنا أو لا نحن مثلا مش ناشطين نبحث نقول الفكرة لنوصل معلومة نحن نستخدم المعلومة لنقول فكرة حتى ون معجبتناش هذه الفكرة وهذا مستوى دقيق وهذا مستوى البحث نحن بنقول أنه أي قضية مثلا توصل لنا دخنا نقول قضية اقتصادية نبحث نشوف معنا مختصين معنا زملاء نعمل أحياناً زي ما نسموه بالإنجليزي محاكمة نجيب مجموع عمل مختصين لناقشوا قضية معينة نخرج فيها بالأخير نقول والله هذا رأي ونحن هذه القضية سواء إيش رأيك مثلاً إيش موقفنا مثلاً من قصة صافر ولا إيش رأينا من اتفاق ستوك هولم ولا إيش رأينا مثلاً وهذه افتتاحية شهرية نعملها بخصوص كل مواضيع كثيرة وتمر بنقاشات مستويات كثيرة بس أنا اللي أقوله بغض نرد ممكننا ندخل بتفاصيل وإيش نعمال وكيف نشتغل وكذا بس مش مهم فعلاً على أقل المشاهد بس إحنا بالنسبة لنا سواء كأشخاص خطلي أو كمؤسسات هو أنه إحنا نشتغل في نهاية المطاف وفي أسوأ الأحوال على كتابة المسودة الأولى من التاريخ نؤمن أنه في أسوأ الأحوال حتى إذا عملنا هذا ما وصل لش قيمة وإحنا نشتنؤمن وصل لقيمة مرة ثانية عشان بس نعرفنا ننام بالليل ونقوم بكرة متحمسين بس بالأخير إحنا على الأقل نشتغل على مستوى سردية التاريخ بسؤال أخير فارع أدركنا الوقت كيف تنظر لمستقبل اليمن على المدى القصير أو الأزمة اليمنية يعتمد على سرعة إنهاء هذه الحرب لأنه أنا أكثر شيء أخشاه أنه في لحظة ستوصل كل الأطراف كيف ستنتهي هذه الحرب؟ بأي شكل؟ طيما تنتهي كل الحروب بالتاريخ نحن نحن أول من تحارب وأول من تقاتل تنتهي يحصل فيها لا يشتحن بالمعنى الواضح السلام العادل وكذا تحصل فيها تنازلات دقيقة يحصل فيها أن الناس يعيدوا صياغات سرديةهم ويحدث فيها أشياء غير مرضية بالضرورة لكنها التنازلات اللازمة لكي يكون في مستقبل مع هذه البلد ولكي تعيش هذه الأمة وترجع من جديد هذا الموضوع ليس دائما مرضي لكن لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون الحرب مرضية ولا يمكن أن تكون بأي شكل من الأشكال حل من المريع أننا في 2019 لا يزال بعض الناس وبالرغم كل هذا التقدم الحضاري والتاريخي والسياسي يعتقد أن الحرب يمكن أن تشكل مشكلة ما عمره شكلت أي مشكلة لأي شيء وأي واحد يقول هذا الكلام هو يكذب على الناس وهو يستخدمهم لمصالحه الشخصية لا يوجد واحد يدفع لك فلوس ويقول لك سير قتل نفسك وهو يشتي يحبك مهما كان السبب لا يوجد حروب عادلة هذه جملة مضللة وكاذبة برأي وهذا رأي شخصي الموضوع أنه وحتى حينما يعتقد أحد أن هناك حرب عادلة لابد أنه يعمل على إنهائه وليس على تغذيته وهذا الذي يجب أن يكون موقف أي متقف برأيه سواء في اليمن أو خارج نعم إذن شكرا جزيلا لك فارع المسلمي رئيس مركز صنع للدراسات الاستراتيجية كنتم معنا في ذا الحلقة من المساء اليمني أشكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام لحسن متابعتكم إلى أن ألتقيكم في مساء يمني الجديد كونوا برعاية الله يومني